نروح مع حضراتكم لأخبار الناشئين في الصحف والمواقع ونبتديها مع منتخبنا الوطني للناشئين بقياة الكابتن محمد وهبة اللي بنتمنى لهم كل التوفيق منتخب الناشئين يختتم تدريباته بمدينة وهران الجزائرية استعدادا للسعودية ان شاء الله بكرة منتخب مصر للناشئين عندهم مباراة مهمة جدا مع منتخب السعودية نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق بكرة المباراة للاستعدادات كانت النهاردة واختتموا الاستعدادات وكل التوفيق لمنتخبنا جاز الفني كابتن محمد وهبة مدير فني مؤمن عبدالغفار مدرب عام وعصام عبدالمدرب يوسف طهر مدرب حراس مرمى دكتور حسين فتوح خليل طبيب أحمد سامي نصار مديرا إدارين وعباس حسنين أقصائي تأهيل وده من المنتخبات المبشرة نروح لمواعيد مباراة منتخب مصر يوم بكرة غدا ان شاء الله الأربعاء في تمام السابعة منتخب مصر أمام منتخب السعودية يوم السابت المقبل سبعة وعشرين هيبقى منتخب مصر أمام منتخب لبنان والمباراة الأخيرة هتكون يوم السلساء المقبل تلاتين أغسطس هيبقى منتخب مصر أمام منتخب سوريا الحاجة الإيجابية والحاجة الحلوة في منتخب مصر للنشئين ما شاء الله النادي الأهلي زي ما شفنا في منتخب الشباب رأفة خليل وهو من العناصر المبشرة اللي كانت فيه المطولة مع كابتن محمود جابر وكان أيضا عندنا محمد أحمد شرقيا للعب المورال الأخيرة مراحش كان مصاب وبدأنا نشوف ميدو نبيل وعندنا لعبة أيضا في منتخب الفين وثلاثة برضو نفس الكلام النادي الأهلي بيضم سبع لعبين في منتخب مصر للنشئين سبع لعبين مميزين زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم وبرضو علشان نعرف جمهور النادي الأهلي الناس اللي كانت دايما تشاكك وتقول النادي الأهلي ما فيهوش نشئين شايفين ما شاء الله النشئين هشام مصطفى خط وسط ده من اللعبة المميزين جدا حسام عادل مهاجم إبراهيم عادل لعب وسط والاتنين توقم حسام إبراهيم عندنا أحمد عبدين مدافع ده من العناص المبشرة جدا يوسف إسلام أحمد عبدين مدافع موليد 2006 عندنا عمر كمال ده من الحراس المرمى المميزين جدا عندنا يوسف إسلام ده لعب خط وسط وده من اللعبة المميزة جدا لعب وسط بلعب مركز تمانية ولعب مركز ستة من العناصر المبشرة جدا وإشان مصطفى ده لتكلمنا عنه في الأول لعب خط وسط من اللعبة اللي تلعب على الطرف أو مركز عشرة برضو من النواحي اللي جابي فالنهاردة لما تشوف سبع لعبة من النادي الأهلي فيه منتخب مصر النشئين ده شيء إيجابي وكلهم لعبة مميزة وأيضا هنا في قناة النادي الأهلي لما زعنا المباريات كانت كلها عناصر مباشرة وبدأت الناس كلها تعرف